مرحبا بكم مشاهدي ماسانك تيفي ببرنامج أشخبر الفن وأول خبر والخبر ديل فوز كليلا بن علات وفاطيما خير بمقعد برلماني عن حزب تجمع الوطني للأحرار بالنسبة على كليلا بن علات ففزت جهة سوس ميستدرعو وبنسبة لفاطيما خير ففزت بجهة الضر البيضاء وبنسبة الخبر الثاني فريد الوحيب تم الاستقبال ديلو من طرف وزير السياحة الأردني وهذا الشيء يشجع ويحفز السياحة الخارجية الأردن والخبر الثالث سايد نصيري كيرودالا بن كيران بعدما قصف الفنانة ووصف إعلاميين بندكافات والخبر الرابع هو راشيد إدريسي كيرودالا أحد المتابعات له لقدمت له وصفة لإعالج شامبينيون والخبر الخامس هو دنيا بطمة تعرضت الموجة من الانتقادات والتنمر حيث تدير تاديل لفوتو دولها والخبر الثالث هو جيهنك دريغة قدم برنامج تليفزيوني وهو فش المغربي والخبر الآخر ستكون البطلة المسلسل الحياة ستكون البطلة المسلسل الحياة في يوم 20 شوتنبر شكرا على التتابع إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيدي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.maslinktv.ma اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر